وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألف وخمسة أطنان وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط 71 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيدة من السعر الرسمية تم ضبط 848 طن كما تم ضبط 86 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 924 قضية من بينها 171 قضية خبز نقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات